بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها جيان بيبان عليها بنت كيوتا لكنها مش بسكوتا وأول ما بتصحى من النوم وهب بتلاقي طلقة قناصة كانت على الطائر دمخ وبنعرف إن في قاتل مأجور قاد في الميكروباس بيت كده وإن هو هدفه أصلا يموتها وبيتدايق إن أول طلقة ما جاتش فيها بتتسدم جيان من اللي حصله بتقعد على الأرض وهي مصدومة وبيكون معها اتنين في البيت لكنهم متصابين وبتشوف مسدس على الأرض بتحاول تاخده علشان تدفع عن نفسها لكن القاتل المأجور بيدرب طلقة وبيبعد المسدس عنها صاحبتنا بتكون خايفة ومش عارفة تعمل إيه لكنها بتفتكر في لاش باك وبنعرف إنها كانت عايشة مع عمها يونج وعمها يونج ده عزيز المشاهد مش عايز أقول لك بص هو ده الخلاصة اللي فقى كل الزاتونة بيدها شوية نصيح كده وهي عمالة بتتفرج معها على فيلم مصدومة مش مصدق إن كل مشاهد الأكشن اللي قدامها بتحصل ديت مفيش ولا طلقة برادية تجي في البطل اللي هو بيتفدى الرصاص إزاي لكن عمها عرفها إن ده بيحصل عادي وبقولها نصيح علشان تتصرف في المواقف اللي شبه دية نرجعها تاني للحاضر وبتكرر جيان إنها تستخدم زكائها بتجيب كطهة إزاز مكسورة وعصاية بتعمل منها مراية وبترية القاتل عليها وبيفتكرة عايزة تحدد مكانه بيدرب على المراية صاحبتنا بتاخد بالها أول مرة بتكرر نفس اللي عملته تاني وبتعلي اتجاهها فوق شوية بيدرب عليها تاني وبرده بتاخد بالها لتاني مرة وبتكرر اللي عملته تالت وبتحطها المرادة في درجة عالية وهنا القناص ده مش بيعرف إنه يجيبها وبتعرف على طول إن دي بالنسبة له نقطة عمياء وميعرفش يصيف فيها الهدف بتطلع فوق التلاجع علشان تنط من مكانها وبتصدم القاتل من اللي بيحصل لكنه بيخلي سواء الميكروباس تحرك وقتها هيقدر يكش في المكان وبيفضل مركز وفي اللحظة اللي جيان بتنط فيها بيدرب عليها طلقة لكن الحسن الحظ بتنجح بطلتنا لها تعدي وبتوصل للكانبة بتقلبها علشان تستخبى وراها وهنا الصدمة يا عزيزي وبكون هي كمان فيها كبندوية قناصة وبتمسكها وبتضرب على القاتل وبتنجح لها تصيبه من أول مرة وبتقول له أعلى اللوبي يا ابن النوب وبنرجع فلاش باك علشان نفهم كل حاجة بتكون جيان في الاسم بتهمة التعدي على شخص وبيكون المحقوقين مستهربين إزاي واحدة كيوتا وجسمها ضعيف تضرب راجل أكبر منها بالمنظر ده ولما بيراجوا كاميرات المرأبة بيكتشفوا ان الشخص ده منحرف ودخل حمام البنات وقتها بطلتنا شافيته طبعا ما بتسكتش افضلته ومساكيته وراها جاري يا عزيزي المشاهد واناك ما تشوف إلا النور قصرت عدم وشه علشان يحرم يعمل كده تاني وبيعجب الشرطة باللي عملته ولكنه بيعرفها انه ما ينفعش تضرب حد وبيطلب انها تكلم حد علشان ييجي يضمانها وفجأة بيجيلها اتصال من عمها ولما بترد بتتفاجئ بشرطة بيعرفها ان للأسف عمها مات وعايزينها تيجي علشان تتعرف على الجثة بتتسد من الاسمائيته وتركب تكسي علشان تروح المشرحة بتفتكر لما كانت عيشة مع عمها وكانت بتستغرب انه بيركب كطبان حديد على الشبابيك مع انهم في الدور الخامس ومستحيل حرام يدخل عندهم لا وكمان ايه جاب دولاب شكله غريب ومصفح لكن عمها بيعرفها حاجة بقول ان الدولاب ده مضاد للرصاص علشان لو حصل ضرب نار تستخب فيه وبتكون مستغربة كلامه والتصرفاته لان حياتهم هادية ومستحيل تتعرض لضرب نار يعني لكن عمها بتجهل كلامها بيمسك الكرني بتاعها وبيقولها لازم تحفظ اخر اربع ارقام فيه مفيش انسان ما ينفعش يعيش من غير ما يحفظ هويته والكرني بتاعك ده هو الهوية بتحتك اقرره وراي الارقام بتاعتك وبنرجحنا للحاضر وبتكتشف جيان ان السواق كان يعرف عمها وبيزعل لما بيعرف ان هو مات وبيقول ان هو كان دايما بيساعده وبيوصلها ببلاش كمان وبيدلها فلوس علشان تعمله جنازة في مكان كويس وبيقولها لو احتاجت حاجة تكلمه بتدخل جيان لمشرحها وبتشوف جثة عمها بتتأكد ان هو فعلا وبتعرف من الشرطي ان للأسف هو اللي موت نفسه طبعا بتستغرب من الجرح اللي فرقبته لان عمها بيستخدم ايده الشمال وما بتكونش مصدق ان هو موت نفسه وعلى طول بتعرف ان دي جريمة قتل وقبل ما تمشي بتلاحظ واشمي غريب مرسوم على جسمه وبتقرأ كلمة ماتجر القتل لكنها ما بتركسي وبتمشي ولكنها منداشة لان ما كانش عندهاش مقبل كده وبتروح بنا للمكان اللي هتمل فيه جنازة وهناك بيطلبوا منها الصورة لعمها علشان يطبعوها وهنا بتفكر ان عمها للأسف ما كانش لي صور شخصية ابدا وبتضطر تروح لبيته وبتقابل هناك شاب اسمه طاي وبيكون صدقها من ايام المدرسة بيدخل معها وبساعدة انها تطلع صورة من على الكمبيوتر لانه مبرمج وبيحكلا انه لما خلص جيش اشتعل مع عمها وبيعرف ان عمها مات في الحمام وبيرد على ان هو ينظف مكانها لو هي خايفة بتذكر الجيان وبتسيبه وبتروح تحضر الجنازة وبيبدأ طاي ينظف الحمام فعلا من قصر الدم لكنه بيلايهم بايل شكله قديم وفي الوقت ده بتكون جيان في العزة وبتشوف واحد زعلان وبيعيط بيقول ان عمها انقاذه من الموت ودفع الديون اللي عليه وبتستغرب من كلامه لانها كانت عيش معاها عشر سنين عمرها معرفة انها كان بيعمل خير وبيساعد الناس وبعدها بتدفن عمها في مقابر العيلة بترجع البيت وبتقابل طايب تشكره على اللي عمله بتودعه وبيمشي لكنه بيستغرب انها مسكة نفسها ومش بتعيط لكن جيان اول لما بتدخل البيت وبتشوف صورة عمها بتفتكر كل ذكرياتها الجميلة معاها لان هو اللي كان بياخد باله منها ودايما بيعتني بيها وبتحس انها بقت وحيدة خلاص وبتنهار من العياط وفجأ طايب يرجع البيت وبتفاجئ لما بيشوفها بتعيط وبيكون عايز يمشي ويجي لها وقت تاني ولده علشان ما يحسسهاش بالإحراج لكنها بتنادي عليه وبتطلب منه يفضل معاها بتقعد جنبه وبتحس بالأمان وبتنم على كتفه من التعب ولما بتصحوا بيوري لها الموبايل اللي لقى في الحمام بتستغرب ان عمها كان بيستخدم موبايل قديم ولما بتفتحه بتتفاجئ ان جاي له رسالة تحويل وهنا الساد مع عزيز المشاهد مبلغ خمسين مليون بتستغرب ان عمها ازاي قدر يكسب المبلغ ده من شغله ولما بتستعلم عن الرصيد بتنصدم ان هو 18 مليار يا عزيز المشاهد بتدل طاي كده وتقوله ممكن تقراري الاسفار ديت اصلنا اخر ستة بيودي يعدي كده وبيقولها ايه ده ده 18 مليار بيستغربه من نوع الشغل اللي ممكن يجيب المبلغ ده اصلا بيفتحوا اللاب بتاعه وبيلا ان هو عدو في موقع سر على النت ولما بيدخول عليه بتقرأ الجان كده نفس الكلمة اللي شافتها على وشم عمها ومكتوب مدجر للقتل وبيلاو عليه كل انواع الاسلحة وبتفتكر ان هو بيتاجر في الاسلحة لكن فجأة بيجي لها رسالة من عميل بيولا ان هو حولها الفلوس ومستنى منه يخلص المهمة وبتضطر الجان ترد عليه وبتعرف ان المدجر خلاص قفل وهترجع له فلوسه تاني لكنها بتصدم ان هو قدر يعرف اسمها وبيلاوه خلاص انها تموت النهاردة وبيخاف طايك من كلامه وبيفتكره مجنون بيكون عايز يبلغ عنه الشرطة لكن فجأة بيسمعه جرازه البيت السرعة اللي بتحصل ده عزيزي ولما جان بتبص من العين السحرية بتلاقي واحدة بتقول انها كانت صادقة عمها ولكن في الحقيقة مخبية مسدة صورة ظهرها بتطلب انها تفتح لها الباب بتخاف جان وما بترضيش تفتح لها فاجأة بيجي لها رسالة علمبيه لها من شخص غريب بيطلوا من انها تفضل عيشة لحد لما ييجي ويقتلها بنفسه ايه خرب بيتك ايه خرب بيت اللي انت هتعمله بنشوف احنا بقى عزيز المشاهد في لاش باك علشان نفهم كل حاجة بطلتنا الجان وهي طفلة وكانت في جنازة جدتها وعمها جيه علشان يحضر العزة وكانت اول مرة تشوفه سمعت ابوه هو بيزعق له لانه كان بعيد عنهم طول الفترة اللي فاتت يعد عشر سنين من غير ما يشوفوه وامها حاولت تهديهم وطلبت من عمها يخدها يعني ويروحوا البيت وبالليل بتصحى الجان وهي خايفة لكن عمها بيطمنها بيقولها ما تخافش من اي حاجة علشان تقدر تعيش وفجأة بيجي له اتصال من شخص غريب بتوتر لما بيسمع صوته وبيقول للجان ان هو مضطر يرجع للعزة تاني وبيطمنها ان هو يبعت لها صديقه علشان يحميها وبيطلم انها ما تفتحش الباب لاي حد غيره وبيسيبها وبيمشي وتاني يوم بتسمع حد بيحاول يفتح الباب وبتفكره صديق عمها ولما بتبص من العين السحرية بتلاقي مجرم وبتخاف من شكله على طول وبترجع لورق لكنه بيقدر انها يفتح الباب وبيدخل عليها وهنا بيوصل صديق عمها وبيبدأ يتخانق معاه وبنعرف ان هو اخرس وبيكتب له على الموبايل بيعرفها بنفسه بيطلم انها تدخل قدتها وما تخرجش منها مهما حصل بعدها بيبدأ مجرمين يدخلوا البيت ومعهم اسلحة وبتسمع جيان صوت ضرب ناره وبتكرر تبص من وراء الباب وللاسف يا عزيزي بتشوف واحد ماسك صديق عمها وبيضربه وبتخافه وبتستخبى منه لكنه بيدخل قدتها وبيفضل يدور عليها بيبص تحت السرير لكنه مش بيلاقيها ومش بيلاقي غير اللعبة بتاعتها بس بيسمع صوت من وراء السطارة وبيروح يبص من الشباك وبيلاقي البطلة بتاعتنا بتعلقها على مواسير المية بتفاجئ من شجعاتها والناس زي تاخد خطوة شبهدية وبيقول فعلا طالع العمك بيمديلها ايده كده علشين يشدها لكنها بترفض تمسكها طبعا وبترمي نفسها والحسن الحظ بتوعف ومرتبة وبتفضل عيشة بتصدم من جرائتها وبينطورها وبيفضل يطردها بتحاول انها تهرب منه لكن للأسف بتخبطها عربية وبيغم عليها وبتلمي الناس حواليها وبينقولها للمستشفى ولما بتفوق بتسمع اثنين ممردين بتكلموا عنها وبيقولوا ان ابوها وماها ماتوا ودي بتبقى صدمة بالنسبة لعزيز المشاهد واني ملهاش حد دلوقتي غير عمها لكنها برضو ما بتكونش فاعيها ومش مركزة بسبب المخدر وبيغم عليها وبتحلم بحيوان شكل مخيف بيقرب منها بتخاف وبتصحى مفزوع بتحس بحد قريب منها فعلا وبيكون المجرم جاه ومعا مسدس ولما بيقرب من سريرها مش بيلاقيها وبتكون هي قدرت تهرب من الأوضة وبتفضل تجري في المستشفى بتنزل من على السلالم علشان تدور على حد يساعدها وبتوصل للمشرحة وبتطرد ودخل جوه تلاجة كل ده علشان تستخبى منه لكنها بتشوف جسد امها وبتنصدم اللي انها هي اللي جنبها بتبدأ تهلوس وتشوف امها وهي بتكلمها بدخل هنا المجرم وراها وكان هيفتح التلاجة لكن فجأة بيوصل عماها في الوقت المناسب بيقدر ان هو يخلص عليه وبيفتح التلاجة وبيلاقش ينحض نمها بتأثر وبيشيلها وبيخلها تغمض عينيها كل ده علشان ما تشوفش الجسس اللي هو سببها وبياخدها وبينتقل البيته وبيكون في مكان بعيد ولما بدخل وبتتكعب الجان وبتقع على الارض لكن اماه ما بيرضاش ساعدها بيعرف انها من هنا ورايح لازم تعتمد على نفسها وبالرغم ان هو يبان قاسي لكن كان قلبه طيب عزيزي وكان بيفضل جنباته للليلة علشان يطمنها ويغطيها بس بتكون نايمها ومش حاسة به بينما هو حاسس بالزنبل ان اهلها ماتوا بسببه وبتمر الايام وبتدخل جاني المدرسة لكن زميلها بيفضل يتنمروا عليها وبيضربوها علشان يتيمة وكمان خرصة ومعديتش بتتكلم وده بسبب الصدمة اللي حصلت لها والوحيد اللي كان بيدفعناها هو طاي وكان لطيف معاها وفي مرة سماية زميلها بيجيب سئرة اهلها اللي ماتوا وتعصبت وضربته علشان كده الكل كان شايفها غريبة وما كانش عندها اصحاب بفضلت تعاني في حياتها ولما كانت بتخرج من المدرسة بتشوف كل زميلها واهلهم بيستنوهم الا هي محدش كان بيجي لها وكانت بتمشي تحت المطر علشان ما اعهاش مظلة وبيشوفها عمها وهو وسائق عربيته وبيندلها علشان تركب معاه لكنها طبعا كانت عنيدة واخترت انها متجيش على كبرياءها وتمشي لوحدها وفضلت العلاقة بينهم متوترة لانها حاسة انها بيعملها باسوأ لكن الحقيقة عزيز المشاهد ان انت عارف ان هو بيحبها وكان بيهتني بيها وعايزها تبقى قوية علشان تحمل نفسها لانه عارف الحياة اللي هتعيشها من بعد وقوف مرة وهي في المدرسة زميلها تنمروا عليها وحبسوها وفضلت هي جوه لحد الليل ما دخل عليها وشافة الوحش اللي كانت بتخاف منه وبيقرب منها وهنا تذكرت عمها لما قللناها لو احتاجت اي حاجة لازم تنادي على اسمه ثلاث مرات وقتها يجي لها مهما كانت بعيدة عنه ويعرف مكانها وفعلا بتتكلم اخيرا بعد ما كانوا خلاص فقدوا الامل انها تتكلم تاني وفجأة الباب تفتح فعلا واتفجت انه عمها وحضنته كمان وهي بطعية تفضل يطبطب عليها ويخفف عنها ومن ساعتها وهي بدأت تحبه وبنرجع تاني للحاضر وبتحاول البنت اللي على الباب انها تخدحها علشان تخلت تفتح لها تاني بتقولها ان عمها كان دايما بيحكي لها عنها لكن جيان بتعرف انها كدابة لانه مستحيل عمها يجيب سيرتها وبترفض تفتح لها وبتقولها تيمشي وقالها تبلغ الشرطة بعدها طيب بيدخل على موقع متجر القاتل وبيقولها ان كل عدو في المتجر ليه رمز خاص بيدل على وظيفته الاحمر بيدل للقتلة المأجورين اللي بيقتلوا اشخاص مقابل الفلوس والبنفسجي للجواسيس اللي بيبيعوا المعلومات والاصفر لسه مصرق اللي بيبيعوا الاسلحة والادوات اما الاخضر بقى فمالوش وظيفة محددة وبيكون رمزه مميز وان لو صاحبه اتعرض للخطر الكل بيتدخل علشان يحميه يعني بان الاخر هو التوب ولما بيرى اسماء الاعضاء بتفاجئ ان جيان بتحمل الرمز اللي اخضر وبتنصدمه وبتكونش مصدقة كلامه لكن فجأة بيسمعوا صوت حاجة غريبة وبشوفه قدامهم طيارة آلية وبتبدأ تضرب عليهم نار وبتصدموا وبيوعة على الارض لكنهم بتفاجئوا ان الازاز والشبابيك مضادة للرصاص بحال انهم اهربوا من الباب الخلفي لكنهم بيكتشفوا ان الطيرات محسرهم من كل مكان وبتدخل طيارة منهم من شباك مفتوح وبتقرب من طاي وبيخاف وبيحس ان خلاص نهايته قربت لكن جيان بتنجح انها تكسر الطيارة وتنقذف في الوقت المناسب هو ده الكلام يا عزيز المشاهد وبتفتكر فلاش باك لما كبرت ودخلت المدرسة السنوية وفي مرة رجعت البيت ولعت عماها جيب عمال علشان يركبه جدران حديد وبساعت العمال قالوا ان الصيانة هتحتاج ازبعين واضطر عماها ياخدها علشان يعودوا في مكان تاني صاحباتنا غالبانا كانت فاكرة انهم هم يروحوا يعودوا في فندق لكن الصدمة عزيز المشاهد انهم بيخدها الجبل بعيد ودخلوه كهف والتهى عماها حس بالتعب وطلب منها تروح تجيب له ادوية من مخزن وبتضطر الجان توافق وبتاخد منه خريطه علشان تقدر سوصل للمكان بيدي له اسلاح علشان تدفع عن نفسها لو قبلت حيوان مفترس وبيعرف انها لو حس تبايا خطر تناد عليه ثلاث مرات وهو ينقذها وبتستغرب من كلامه وبتسيبه وبتمشي ولما بتخرج من الكافي بتدح انهم مش تعبان ولا اي حاجة وانهم كان بيمثل وعمل لها اختبار علشان تتخلص من مخاوفها بتفضل بقى بطالتنا ماشي في الغابة لحد لما بتوصل للمخزن بيه بيقرب منها وبتخاف وبتغمد عينيها لكنها بتفتكر كلام عمها وانها لازم تواجه مخاوفها وبتقرر تتشجع وتفتع عينيها وبتضربه بالسلاح اللي خدته من عمها وفجأة بيظهر عمها وبيضرب طلقة في الجو وبتخاف الحيوانات وبتهرب وبتطمن جين لما بتشوفه وبتعرف انه كان اختبار مش اكتر ثاني يوم بيدربها عمها على استخدام المسدس وبيخليها تفكه وتركبه لوحدها وبيعلمها ازاي تضرب بيه وتسيب الهدف ونرجع احنا للحاضر بتنجح جين انها تقسر الطيارة الالية وبيكون طاي خايف لكنها بتطلب منه وتشجع علشان يطلع عايشين وبيكون فيه طيارات تانية في البيت بتخلع جين باب الدولاب المضاد للرصاص وبيستخبه وراه علشان يحمي نفسهم من الرصاص لكن الطيارة بترمكم بلع على الباب وبتنفجر وبيعه على الارض وبتقرب منهم علشان تخلص عليهم بيخافوا وبيحسوا ان خلاص نهايتهم قربت لكن فجأة بتوصل البنت اللي حاولت انها تدخل البيت بيكون معاها سلاح كناصة وبتنجح نها تضرب الطيارة وبتضمرها بتقولها انها جات علشان تحميها وانها لازم من هنا ورايح تسمع كلامها وفجأة بندرب عليهم رصاصة كناصة لكن البنت بيكون رد فعلها سريع وبتتفاد الطلقة بسرعة وبتزوق الجيانة علشان تنكزها وبتعرفها انها صديقة عمها وبتفكرها بكلامه ولما قالها انها لو حست ان في خطر لازم تنادي عليه ثلاث مرات وهو هينقزها وبيعرف ان ده ما كانش شغل يعني اي سبهلالة وانها معاها الرمز الاخضر وانها لما بتقول ثلاث مرات اسمه الرمز الاخضر بيتفعل وكل اللي شغلين في المتجر هيحموكي وبتكون جيان مصدومة ومش مستوعبة اللي بيحصل وبنشوف احنا عصابها من المجرمين وبيكونوا بيستعدوا علشان يتخلصوا من البطلة بتاعتنا ونروح بينا الاول مشهد خالص في المسلسل والقناص راكب المقرباص من مسافة بعيدة ومستنى بطلتنا تطلع علشان يموتها لكنها بتكون مستخبية ومش عارفة تعمل ايه صدقة عماها بتعرف انها ما ينفعش تتحرك من مكانها وبترمي ويكمل الدخان وبتفاجئ القناص لما بيشوفها وبتضح انه عارفها اتضح عزيز المشاهد ان اسمها منسو وبتصل القناص ببقى العصابة بيعرفهم ان منسو موجودة وهي بتساعد جيان بتصدموا من كلامه وبيقولوا له لا الاجر اللي احنا اخدناه ده مش هيكفي يا غالي ده انت تعرف انه محدش يعرف اقرب منها كده ولا ايه وبنعرف انها مجرمة محترفة من مطجر القتلة ومعها رمزين الاحمر والبنفسيجي وده معنا ان المهمة مش هتبقى سهل عليهم بعدها طوي بيفوق بيلاج جيان مستخبية وبيشوف منسو هي مصابة وقتها بطلتنا قدرت انها تعرف مكان القناص ونجحت انها تاخد المسدس وتوصل للكنبة لكن منسو قالت لان المسدس مش هينفع وبتخلها انها تستخدم بندقية القنص وبتضطر جيان تسمع كلامها وبتمسك البندقية وبتضرب على القناص وبتفكر انها قتلته لكن لحسن حظه تطلقه بتعد من جنبه وبتصدم من اللي حصل وبيعرف انها بنت مستهلة بيتصل بالعصابة وبيقولهم انهم لازم يهجوموا عليها وبيحصروا البيت لكن اللي بيحاول يدخل منهم منسو كانت بتخلص عليه لكن اعدادهم بتكون كبيرة وبيفضلوا يضربوا عليهم نار وبتقول الجيان تخرج من الباب الخلف وهي تحميها وبتضطر تسمع كلامها وبتطلع هي وطاي وبيستخدموا باب الدولاب المضاد للرصاص علشان يستخبوا وراه بيشوفهم القناص وبيكون عايز يستغل الفرصة ويقتلهم لكن منسو ما بتدلوش فرصة وبتضرب عليه بالبندقية بتاعتها لكن بيتفادت طلقة في اخر لحظة والرصاصة بتجي في السواء وبيموت وبتدخل هنا الجيان المتجر بتاعها مال لكن بيكون مقفول ومحتاجة رقم سري بتحول انها تفتحه وبتجرب عيد ميلاده ماينفعشي عيد ميلاده ماينفعشي ثلاث بقية محاولة واحدة وبتفضل جان تفكر لحد لما بتفتكر كلام عمها لما قلنا لازم تحفز اخر اربع ارقام من الكرني بتاعها وانه بالنسبة لها هويتها الحقيقية ولما بتجرب تكتبها بيطلع صح فعلا وفجأة الباب بيتفتح بيتحرك بيهم للقوضة وبينزلوا المكان تحت الارض وبيلاو عدد كبير من الاسلحة والقنابل من كل الانواع لكن فجأة بيظهر شخص مكنع وبيكون مهم سدس وفي الوقت ده العصابة برضو بتدخل المخزن وبيفضل يدور على منسو ولكنها عزيز المشاهد بقول لك بص شبه الفارق محدش عارف يوصل لها يا عزيز المشاهد بتفضل تطلع لهم من كل مكان بتخلص عليهم واحد ورد تاني بيحسوا ان هما بيقتلوا شبح وبيتفرقوا علشان يحسروها لكنها بتكون سريعة وقوية ما بتديش لحد فرصة وبتظهر من وراهم وبتقتلهم وبتكون محترفة بص ما قولكش نانجي عزيزي وبتنجح انها تخلص عليهم وبيتبقى القائد بتاحهم لكنه بيكون زابط جيش قديم وعنده خبرة في القتال وبيكون واسك من نفسه وبيحس بمنسو جاية من وراه بيدرب عليها بالسلاح بتاعه لكنها بتتفدق كل طلق لحد زخيرة ما بتخلص بتستغل الفرصة وبتحجم عليه لكن هو كمان بيكون محترف وبيتخنهم مع بعض وبينجح ان هو يتغلب عليها بيوقعها على الارض وبيهجم عليها وبيكون عايز يمويدها بالسكينة لكنها بتصد وبتضربه بالخنجر بتاعها وهنا بتقدر انها تخلص عليه نرجع علي جيان وبيهددها الشخص المكنع بالمسدس وبيرملها كلبشات بيطلب منها تلبسهم وبتضطر تسمع الكلام وبتوتى علشان تجيبهم لكنها بتستغل الفرصة وبتحجم عليه وبتنجح لها ترمي السلاح من ايده وبتفضل تخنقه لحد لما بيومه عليه وبيكون طايمة صدوم من مهاراتها بيسألها ازاي تعلمت فنون الكتال ديت وبتفكر هنا جيان فلاش باك لما كانت خارجة مع حبيبها في مععد راحوا الملاهي وقضي اليوم مع بعض وبعدها ركبت وران موتسيكلة وكانت فرحانة خالص ومتطمنة بوجوده ووصلها لحد البيت ويسابته علشان تدخل لكنه قبل ما يودحها بيظهر هنا عمها بيتكلم معه وبتوتر حبيبها لما بيشوفه بيركب الدراجة النارية بتاحته وبياخد رجله في بقه وبيطيري عزيز المشاهد والتاني يوم جيان كانت في المطعم شغالة وبيدخل حبيبها مع صحابه بتفرح لما بتشوفه لكنه بيمثل انها ما يعرفاش وبياخد صحابه وبيمشو بتزعل على طول ولما بترجع البيت بتتكلم مع عمها بتلم انها بيخوف اي حد يقرب منها ازاي صحبتها والمدرس بتاعها لكنه بيعرف انه صحبتها سرقت ساعتها ولما وجهها اعترفت وعلشان كده بادت عنها بينما المدرس كان منحرف واتقبض عليه بتهمة التحرش وبيعرف ان حبيبها بيسوق الدراجة النارية من غير خوزة ومعهوش رخصة وانه بيعمل كده لانه عايز يحميها ولازم هي تسمع كلامه لكنها بتعرف انه مش بيحميها وانها حاس انها معيشها في زجن و بتطلب منه يقولها حقيقة متابوها ومها لكنه بيرفض وبتراهن معاها وبيعرف انها لو قدرت تضربه مرة واحدة هيقولها كل حاجة ويعملها اللي هي عوزها ويسيبها كمان تتحرر من البيت خالص بتتعصب جيان انه هو شايفها طفلة وبتهجم عليه لكنه بيتفادها بسهولة بيكبرها تغسل الاطباق لانها خسرت الرهان وبعدها بتكون بتشتغل معها في المغزن وبتستغل انها ركبة العربية وبتحبسه في مكان دايق بتحاول بانها تضربه لكنها بتفشل بتتعصب وبتكون عايزة تضربه باي طريقة وبيحاول صادق عماها يهددها علشان يكمله شغل لكنها بتكون عنيدة بيتطر يستخدم حركة وبيخنقها علشان يغمى عليها ولما بتفوق بتتفاجئ من اللي حصل بتطلب منه يعلمها الفنون الكتلية بتاحته وبيكون رافض لكنها بتعرض عليه تدله كل الفلوس اللي بتشتغل بيها بيفرح طبعا وبيوافق وبياخدها وبيبدأ يدربها بتمر الأيام وبتفضل جيان تتمرن وبتكون حياتها عبارة عن شغل بالنهار وتدريب بالليل وكل يوم بتحاول انها تضرب عماها لكنها بتفشل وبعد شهرين بتتحسن لياقتها وبتحس انها خلاص بيت أقوى وفي يوم كانت راجع البيت متأخر وشافت ثلاث شباب وقتها كانت بيحاولوا انهم يتحرشوا بصاحبتها وساعدتها الجيان انها تهرب لكنهم تعصبوا عليها وقرروا يندموها لكن على مين يا عزيزي بنتنا جامدة برضو وبدأت انها تتخانق معاهم بالنسبة لها حركاتهم بطيئة خالص وقدرت انها تتفضى ضرباتهم ونجحت انها تضرب اثنين منهم وتصدموا من قوتها والتالي تخاف منها وحاول يهجم عليها بس المرة دي كان معاها سكينة لكن عماها وصلوا انقذة منه وخد منه السكينة لكن ايدو تعوارد بعدها ونصح بتواصلته مع الشرطة وقابضت على المتحرشين وفرحت جيان انها بقت قوية وقدرت اتدفع عن نفسها لكن عماها بيعرف انها ما انفعش بكوتها دي تقدر تواجه حد معها سلح تاني وانها لازم تتضرب كويس نرجع احنا للحاضر وبتلاقي جيان كاموراوت فيها كل الاماكن اللي بتروحها من البيت والمدرسة والمطعم اللي كانت شغلة فيه وانها كانت مترق باربعة وشرين ساعة بتتفاجئ بتعرف ان حد كان بيرقبها في كل مكان تروحه وبتتعصب بتهدد الشخص المقنع بتطلب منه ويحكي لها كل حاجة لكنه بيعرف انه وشغل مع عماها وبيقولها انه مفيش وقته انه هم لازم يساعدوا منسه ويددولها اسلحة وعلاج قبل باقي العصابة ما تيجي وفجأة طيب يولع النور لكن الشخص المقنع بيتقلم بيفضل يصرخ بيعرف منه عنده حساسية من الضوء وبيبدأ يحكي لهم كثته وانهو كان عيشته لعمره محبوس في مكان دي لكن عماه قرر يستغل قدراته ويحط عنده ويشغلوا معاه ووقتها يا رائب البطلة 24 سعب من انه كده كده ما بيطلع شيء لكن طيب عرف انهو بيتحكي عليها وبيحطه قماشة في بقه علشان يمنعه يتكلم وبيسيبه كده وبيفتح الكمبيوتر علشان يدور على دليل لكن الشخص المقنع بيقدر يفكه نفسه وبيحاول يستخبه من الضوء وبيتفضل جينتجر وراء اللي كان بتوع في فخه وبتتحبس في مكان دي بيستغل المقنع على الفرصة وبيطف الانوار وبيلبس نظارة بتخليه شوف الضلمة وبيطر الطي وبيقبض عليه بعدها بيتكلم البطلة بيقولها تفتح الدرج اللي جنبها وبيتلاقي فيه عقد وبيبدأ يقرى الشروط وبيعرف انها تورس المتجر من عماها وساعتها ينفذ اوامرها ويبقى شغال عندها وبيقولها لو موافقة تمضع على العقد وبتضطر انها توافق وبتطلب منه وطلعها من المكان وفعلا بيسمع كلامها وبيفتح لها الباب وبتطلع منه وبيروح يتكلم معها وبيقول لان عماها كان مواصل لو مات اعمل لي كل حاجة وانفذ اوامر يقولك انها بتاخد منه المسدس بتقوله يفك طاي لكنه بيرفض وبيعرف انه مش واصل فيه وانا شاكك انه ليه دخل في موت عمك لانه من يوم ما ظهر والدنيا تقلبت خالص بتتصدم جين من كلامه وبتروح عند طاي وبيحاول اقناحها انه هو بريء وبيقول انه هو سعيدة في تنظيف حمام عمها لكن المقانع بيقول انه هو عمل كده علشان يتخلص من الادلة اللي تثبت انه هو كان السبب وانت عارف ان عمك كان مستحيل يموت نفسه واكيد هو اللي قتله وبيطلب انها تشغل فيديو على الكمبيوتر وهي تعرف كل حاجة لكن طايب يحذرها تعمل كده لانه ممكن يكون فخه وتسمح للهصابة انهم يدخلوا عندها وبتكون جين محتارة ومش عارفة تصدق مين فيهم بتقرب من الكمبيوتر علشان تشوف الفيديو لكن طايب يستغل الفرصة بيعرف انه هو اللي انقذها لما كانت زغيرة وكانت محبوسة وروحت وقلت لعمك علشان يجي انقذك بتتأثر جين وبتكرر تمشي وراء قلبها وما بترداش تشغل الفيديو وبتقوله المقنع يروح يساعد مينسو ويدلها العلاج وبيسمع كلامها وبيتضلها النضارة بتاعتها وبيسيبها كده وبيروح لمنسو وبتفرح لما بتشوفه وبيكون بين انها تعرفه بعدها جين بتفك طايب وبشكرها علشان صدقته وبيقرب منها وبيحضنها اللي كانوا بيعرفها ان هو اللي كان حبيسها في المغزن لما كانوا صغيرين وانه هو مطلقش طايب يا عزيز المشاهد وبتتصدم من كلامه اه منك يا ابن الهرمة اه ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في كرسي وطاي قدامها وبتسمعه ويتكلم مع حد في الموبايل وبتفق ان هو لازم يموتها بتتصدم من اللي سمعته بتسأله انت ليه بتعمل كده بيفضل يضحك وبيتضح ان هو سايكو مجنون بيبدأ يحكي لها كل حاجة وبنعرف ان من صوره هو موهف في البرمجة بيقدر يخترك اي موقع وفي مرة كان مروح هو وصاحبه لما وصله السكن اتفجأه بشخص غريب اعرف ان هو من المافيا خطفهم وخدهم معاه ولما فهقه طلب منهم يختركوا موقع وفضلوا الاتنين يحاولوا لكن طاي هو اللي بينجا وعلى طوله قررت المافيا انها تضموا ليها وللأسف موته صاحبه قدام عنيق علشان فشل في المهمة بس الغريب لما طايب يقولهم انتو هتدفنوا الجسفين يا ابن الهرمة ده كان صاحبك من يومين وبدأ اوباي يوروه صورة عم البطلة وطلبه منه ان هو يتجسس عليه واضطر طاي يروح يشتغل معاه في المتجر علشان يبقى قريب منه حاول ان هو يخليه يسك فيه وفي مرة راح معاه البيت علشان يصلح اللاب بتاهه ويستغل الفرصة وقدر ان هو يختركه ويتجسس عليه ولما بيروح البيت بقى بيبدأ اراب كل حاجة بيعملها وفي الوقت ده عم الجان دخل على موقع متجر الكتلة وهنا طاي شاف كل حاجة وبعتها للمافيا زي ما طلبوا منه لكن بعد ما خلص مومته بعته له قاتل مأجور علشان يتخلص عليه لكن طاي قال لهم ان هو عاوز يكمل شغل معاهم وان هو عنده خطة يقدر بايت خلص من عم الجان ويدله فرصة ينفس خطته ولو نجح هيسبوه عايش وتاني يوم بيروح طاي لبيت عم الجان وبيسمع تسجيل صوتي للجان وهي بتطلب المساعدة منه وفاهموا بقى ان المافيا خطفتها وحياتها في خطر والحل الوحيد علشان ينقذها ان هو يموت نفسه لان محدش من المافيا يقدر عليك لكن عم الجان اتعصب وربطه وكان عزقت على لسانه لكن بعدها فكه وقاله ان هو موافق يضحب نفسه ودخل الحمامة علشان يموت نفسه ولما دخل وراه علشان يتأكد لها فعلا ما يتقو غرقان في البنيو وفادل يضحك زي المجنون لانه انتصر عليه وان هو قدر يعففخ شبه ده والصوت كان مزيف نرجع للحاضر بيفضل طاي يضحك لانه قدر يضحك على عمها بتتسدم جيان لانه عمها ضحب نفسه ومات علشانها وبطعيت وبتلوم نفسها لكن بعدها بتفضل تضحك وبتتريق عليه بتقوله ان المافيا بتستغله وهيتخلص منه من بعدها على طول حتى لو سابوك عايش انت مقتنع ان كل اعداء مطجر القتلى ده هيسابوك انت اصلا تعيش واويلهم منسو اللي برا ديت انت عارفة تعمل فيك ايه غالي لو حصل اي حاجة ده نال رمز اللاخضة بترعب طوي من كلامها لكنها بتفضل تستفزه بالكلام وبتقوله عليه ان هو جبان وضعيف بيتعصب كده وبيقرب منها بالمسدس علشان يموتها لكنها بتستغل الفرصة وبتمسك فيه برجليها بتقدر انها تقسر الكرسي وبيعوا هما الاتنين على الارض وبتنجح نها تفك نفسها وبتضطر تستخبل انه معه مسدس وبيفضل يدور عليها في كل مكان وبتفتكر جيان كلام عمها وبتستخدم نصايحه وانها لازم تستخدم اي وسيلة موجودة قدامها علشان تقدر تحمي نفسها بيها وبتنجح نها تام الفخ وبتستدرجه وبيع فيه وبيتعلق من رجليه اخيرا وبتفضل تضربه علشان تنتيم لعمها وهو زي الجبان خاف منها وبيعرفها ان هو ما كانش قدامه حل تاني بس بتعرف ان هو انسان اناني وبتدي له واحدة وبيغم عليه بعدها بنشوف منس وهو بتخاتل الجرح اللي في اديها وبتكون محتاجة اسلاح علشان تقتل بيه باقي العصابة وبيبدأ المقنع يكسر في الجدار ولما بينتهي بيلاقي اسلحة كتير متخزنة بتفرح منس وبتقول له ينهر الهنى وفي نفس الوقت بيوصل عدد كبير من رجال العصابة وواحد منهم بيكون معهم كلب اللي مصمم للقاتل وبيفتكروه لعبة وبتريقه عليه لكنهم بتصدموا ان هو بينطل مسافة علية وبيجرب سرعة كبيرة وبينبهروا من قوته وبيوصل للبيت فقال من ثانية بتحاول منسو انها تضرب عليه لكنه بيكون سريع وما بتقدرش انها تصيبه بيوصل بقى افراد العصابة وبيضربوا عليها من بره بيضطر المقنعة يدخل لقودة مصفحة وبتدخل من سمعها وبيحاول الكلب القلن انها يدخل وراهم لكنها بتضربه وبتطلعها بره في اخر لحظة بعدها جيان بتلاقي رسالة من عمها بيعتذر له انها معرفش يوضحها قبل ما يموت وبيعرف انه قدامها خيار من الاتنين الاول ان انت تهرب من المتجر من ممر سري محدش يعرفه غيرك وهتلاقي فينهاية الممر اللي قدامك ده يفلس كتير وهوية مزيفة علشان تبدأي حياة جديدة والتاني ان انتو تفضلي في المتجر وتكمل اللي هو بدأه وهتبقي انت الزعيمة من بعدي وتقتلي مع الناس اللي عايزين يحموك بره وبتكون هيا محترة تهرب وتعيش بحياتها ولا تفضل تقتل علشان تنتهم لعمها من الناس اللي موتوه وفي نفس الوقت بينجح الكلب القالي انه هو يعمل فتحة في الباب المصفح وبيرمي فيها وكون بلد غسام لكن مينسو بيكون معاك نوع واقي وبتلبسه علشان تعرف تتنفس وبتستعد الهسابة علشان تدخل عندها وتموتها بس عزيز المشاهد مش عايز اقولك اللي هيحصل دلوقت هيبقى ضمار وضرب النار صاحبتنا بتفجئهم وبتطلع حياة ليهم وبتخرج من القضى في وسط الدخان وبتبدأ تضرب عليهم بتنجح ناتقت العدد كبير منهم بسهولة وبتصدموا من سرعتها وانها بتقدر تشوف وسط الدخان بتفضل من ستوستاد فيهم واحد ورد تاني ومحدش بيقدر عليها لكن زخيرتها بتنتهي وبتضطر تقتل بقديها وبتقصر عدم الشوم لكنها بتتقلم بسبب إصابتها وبتحس انها في خطر وبتوصل جيان في الوقت المناسب أصيلها بنت الحاب وبنارف انها رفض التهرب وتتغلى عنهم وقترد تنضم ليهم وبتنجح انها تنقذ من سوء وبترمي كونابل على العصابة وبتخذها وبتجرى قبل ما تنفجر وبتحاول تعالج قصبة من سوء لانها نازفت دم كتير لكن فجأة بيدخل عليهم واحد من المرتزب من سوء بالمسدس في رجليها بيخطف جيان وبيحاول المقنع ينقذها لكنه بيكون ضعف بالنسبة له وما بيقدرش عليه والراجل ده بتحسه دبابة في نفسه وبتحاول جيان انها تتخانق معها لكن المرتزقة ده بيكون حجمه كبير بيدروها وبيكسر عدمها بيرميها على الأرض لكن زي عامل عصابة بيتكلمه في اللاسيلك وبيقوله انه هو عايزها عايشة وبيطمنوا المرتزقة انه هو مش هيقتلها بس ممكن اجيبها لك من غير ما رجليها عادي اما مش شرط تمشي وانه ممكن برضو يطير نص وشها زي ما عملت في رجالته وفي وشه لما رامت عليهم الكمبيلة بيقرب منها بالسكينة علشان يطعنها لكن بيجي حد من وراها وبيخلص عليه وبتتفاجئ جيان انه هو صديق عمها اللي ضربها على الفنون الكتالية الله عليك يا فنان هو ده الكلام التمام بسعادة تقوم وبتفرح لما بتشوفه وبتحضنه كده لكنه بيقولها انه مفيش وقت للكلام ده وان بيلي هيوصل في اي وقت بتقوله مين بيلي بيقولها ده اللي احنا لازم نهرب منه لانه هو اللي قتل ابوكي والدتك كمان بتتصدم جيان من كلامه وبيبدأ يحكي لها كل حاجة من البداية يا عزيزي وخلاص ان شاء الله ده اخر فلاشباك بقى خلاص يعني هنخش في الجد ومن 15 سنة وقتها هو وعمها كانوا في الجيش وعمها كان قائد فريق عمليات خاصة وبيشارك في مهمها من دولة اجنبية وكانوا متحصرين لكنه قدر انها يقتل عدد كبير من الاعداء وفي نفس الوقت كان فيه اتنين من فريقه بيقتلوا المتمردين في مكان تاني وكان هيموتوا لكن بيلي بيوصل وبينقذهم بالنسبة لهم كانت قالت قتل بشرية ومتعيته هي التعذيب والقتل بعدها دخل مبنى وقتل اتنين مدنيين ملهمش زم بقوا لما واحد من فريقه اللي شافه وسألوا ليه عملت كده قال له لا يا غالي احنا ما نفعش نسيب حد يقول لحد فعلشان كده مش يطلع لك ولا سبت ولا حد وبيتدي الواحدة في نص راسه كل ده علشان ما يقولش عليه انه هو بيقت الناس وانه هو مجرم وقتها بيلي معاش يبقى لي ايمة في الوقت ده عم الجان فدل يدور عليهم لحد لما وصل للمبنى ودخل عليهم لكن بيلي كدب وقال له ان المدنيين قتلوا زميلهم واضطر يتعامل معاهم لكن فجأة ادخل عليهم طفله صغير ومع سلاحه وكان عايز انتقم لأهله اللي ماته لكن عم الجان عارف ان السلاح مفوش خزنة مرضاش اضربه لكن بيلي مسماش كلامه وهنا بتبقى الصدمة بالنسبة له ده مبارد يا عزيزي عم الجان تصدم وهو بيتحك كده بعد اللي عمله وتصدم كده من اللي شافه وعرف ان هو مش مجرم وخلاص ده مهوز بالقاتل بعدها اتعملت محاكمه علشان يحاكمه بيلي وطلبه من فريقه يشهده باللي حصل لكن محدش منهم قاله الحقيقة يدور على قائد الفريق وهو بطنق وكان حسس بالزنب علشان الطفل اللي مات وعايز بيلي يتعاقب لكن رئيسه اكبره يقول ان هو ما شافش حاجة واضطر يسمع كلامه بشرط ان بيلي ما يشاركش معاه في اي مهمة مرة تانية لكن بعدها جالهم مهمة صعبة واضطر الرئيس يسمح لبيلي يشارك فيها علشان يستفاد من قوته وقته جيان راح وقال له انا مش قلتلك ان انا مش هشتغل مع الراجل ده تاني قال له معلش ده اخر مرة بس بشرط عايزك تقبض على زعيم العصابة واجبهولي عايش بعدها ركبوا الطيارة وفضل صديق بيلي يتنمر على صديق عم جيان لانه مش كوري وكانوا يتخنقوا مع بعض لكن بيلي امر صديقه ان هو يوقف اللي بيعمله ولما نزله من الطيارة عم جيان امر بيلي التزم بالاوامر وحذره ان هو يقزى اي حد مدني وان هو لازم يسمع الكلام وقوعى تقزى حد سب السلاح يمان بيلي بيسيبه كده وبيمشي بس في الاخر بضطر ان هو يوافق علشان بيخاف منه لانه القائد بتاعه لكن لما المهمة بدأت مقدرش يمسك نفسه وشاف اتنين مدنيين وودهم سكينة طلب منهم يهجموا عليه كل ده علشان يقدر يخلص عليهم وفعلا لما عملوا كده بدأ ان هو يقتل فيهم بطريقة وحشية علشان يبني ان هو كان بيدفع عن نفسه وقف نفس الوقت ده عم جيان كان بيطارد زعم الاسابق نجحنا ويقبض عليه عايز زي ما رئيسه طلب منه لكن بعدها بيلي وصاحبه وشافه تلات بنات زعم الاسابق كان خطفهم ومحتجزهم في الزنزانة كانوا خايفين وبيعياته وبطلبوا منه ان هما يسمحوا لهم يعيشوا وطمينهم بيلي ان هو ينقذهم قال لهم عادي اسو كي دون توري بيبي بقولك يا صاحبي هاتلي حاجة من اللي معاك ديات كده او كنبيلا وفعلا خدوا الكنبيلا منه ورمها عليهم ابني المجنونة وعلى طول بطلنا سمع صوت الانفجار ولما راح لهناك وشافر اللي حصل اتعصب وكان عايز يقتل بيلي لكن صاحبه طلب منه نعم يعملش كده وقرر لما يرجع يبلغ عنه علشان يتحاكم بعدها امر رجالته يحطه متفجرات في المكان لكن قبل ما يمشي يستمع صوت في الدولاب ولما فتحه وشاف منسو خايفه وبطعيط وبتطلب منه انه يقتلها بسرعة وده كان اول لقاء بينهم يا جماعة اما دول العصفورين الحلوين وصعبت عليه وقالعش جاكت بتاعه علشان يغطيها وقرر ينقذ حياتها لكنه خلاها تستخبى في الدولاب لانه عارف ان بيلي ممكن يموتها وبعدها رح لرجالته وامرهم يمشوا وهو يحصلهم ورجع لمنسو علشان ياخده ويمشوا لكن اتفاجئ ان بيلي لسه موجود وكان عايز يقتل منسو وقفده ويجره وغراهم واضطر بطلنا انه يقتله وقالها انها تغرب وهو يحصلها وهنا بدأت العركة العنيفة يا عزيزي بيلي بيتحك وبيقوله بقولك انا مش مهتم بالمهمة ولا بقوامرك انا منضم للفريق ده علشان بحب اقتل ومش اكتر وطلع السكينة بتاعته وهجم عليه والاثنين بيتخانقوا مع بعضه محدش فيهم عارف يقرب من التاني الكوة المتساوية والدون يا بص ضرب النار لكن بطلنا مش هسمح بالهزار وبلي للاسف كان محترف بالسكينة اكتر منه ونجح ان هو يتعانف رجلية وقق على الارض وقرب منه علشان يموته لكن فجأة منسو بتضربه بالمسدس وبيستغل عم الجين الفرصة وبيهجم عليه وبيديره واحدة في نص بطنه بلي بيحذروا ان هو لو ما قتلوش دلوقتي هيطردوا وهقتل كل عيلته ومش هيسيب حد منهم عايش لكن للأسف العد التنازيلي بتاع لكم بلا كان قرى بيخلص واضطر عم الجين يخد منسو ويهربوا من المكان قبل ما ينفجر وافتكر ان هو كده انتهى منه وخلاص هو مات وبعدها قلبه في التحقيقات ان هو كان فيه افراد هسابة لسه عايشين واضطر هو بلي يتعاملوا معاهم لكن بلي ملحقش يطلع ومات في الانفجار وقدم استقالته وقال لرئيسه ان هو عاوز يعيش بقية حياته في سلام ورجال عيلته فكر ان هو خلاص خلص من المشاكل لكن بعدها بنشوف صديقنا الخنزير بتاع القناص هو عمال يتضرب وفجأة بيشوف حد جنبه ولما بيبص عليه اتفاجئ ان هو بيلي وتصدم ان هو لسه عايش لكن نص وشوت شوه من الانفجار ومن الرصاص اللي اخدها وفي الوقت ده بطلنا كان بيقرب من عيلة اكتر وفاكر ان هو هيفضل عايش معهم في سلام خلاص لكن والدته بتكون تعبانه في المستشفى بيفضل جنبها علشان يخفف عنها وبيعتذر له علشان كان بييد عنها الفترة اللي فاتت لكنها بتقوله انها مزعلنة منه بتوصيه قرب من عيلته ويخلي باله منهم خصوصا جيان بعدها بيروح يزور صاحبه الاخرص وبيكون ساب عنده منسو وبتفرح لما بتشوفه وبتجرح عليه وبتحضر للانه انقص حياتها وبيعود مع صاحبه وبيكون قلان من بيلي وحاسس ان هو لسه عايش لكن صاحبه وبيطمنه بيحرفوا ان اكيد مات من الانفجار يا عم ده اي حد يبني كان زمانه تنسف يعني هو اكيد بشر زينا لكن في الوقت ده بيكون بيلي عند والدته في المستشفى وللأسف هو بيكون بيموتها وبينفذ وعده زي ما قاله ان هو هيقتل كل قيلته لو سابه عايش وفي الجنازة بيشك البطل ان موت والدته ما كانش طبيعي لان كان لسه متكلم معها وكانت كويسة بيطلب من اخوي شرح الجثة لكن اخوه بيرفض بيتخنيق معاه وبيطلب منه ياخد جيان ويمشي من العزاء وفعلا بيعمل كده وللأسف بعدها صديق بيلي بيروح العزاء وكمان وبيقابل اخو البطل وامراته وبيقوله منها صاحب البطل من زمان وبيعرفهم ان هو كان جايب لهم طلبية وارد وللأسف نقلت في مكان تاني فانعاس شوية ايادي حلوة كده تيجي تشيل معاه وللأسف بيتحك عليهم وبيخدهم للسطح وهناك بيلي بيبقى مستنيهم وبيقتلهم بطريقة وحشية وبيعمل تمثيلية علشان يداري عن الجريمة ديت وبيرمي من فوقه علشان يباني ان هم موتوا نفسهم بعدها بيجي للبطل مكالمة من صاحبه بيقوله ان هو اخترك قمرات المستشفى واكتشف ان بيلي لسه عايش وموجود في العزاء عند اخوه وبيعرف البطل ان حياتهم في خطر وبيقرر يروح علشان ينكزهم ويبعث رسالة لصاحبه لاخرس وبطلب منه يحمي بنت اخوه وبطلب منها هوا بها ما تفتحش الحد وبيطمنها ان صاحبه هيجيلها وزي ما شفنا ان واحد من القتلة وصل الاول وكان عايز يموتها لكن صاحب البطل وصل في الوقت المناسب وتخانيه معاه وكان محترف يا عزيز المشاهد بيفضل يعافر وبيتفادى ضرباته ونجح ان هو يهزمه وانكز جان كمان وخلات استخبف قضتها لكن للاسف بعدها صاحب بيلي بيوصل وللاسف كان اقوى منه استغل الفرصة ان صاحبنا الاخرس عمال يضرب على صاحبه راح وزق عليه الباب بتاع التلاجة وهنا ميسكو فضل يضرب فيه وقدر نواية فادة السكينة بس للاسف الكناص بيقدر عليه بيسبت على الارض وراح ياخد المقبض من ايديه فبيستخدم الفاس وهنا عزيز المشاهد ده المشهد البطلة بتشوفه وفي الوقت ده بيكون البطل في طريقه للعزق لكن بيكون معموله فخ من فريقه القديم اللي بينفزه اوامر بيلي بيفضلوا يضربوا عليه نار من كل اتجاه لكن بطلنا بيكون اسكى منهم بيطلع من شنطة العربية ومع اسلح قالق بيضرب عليهم وبيخلص على العدد كبير منهم وبيتبقى واحد كان قريبه كان بالنسباله صاحبه وصدقه الصدوق بس للاسف اضطر ان هو يخونه علشان خاطر عيلته وبيعرف منه ان عيلته في خطر وبيستنتج ان الجان هي كمان في خطر في الوقت ده بتنجح جان ان اتنط من الشباك وتهرب من البيت لكن زي ما احنا شوفنا بتعمل حدثة وبينقولوها على المستشفى وبنرجع للبطل اللي بيكون السواب برصاصه وبيضطر يروح لصاحبه التايلاندي علشان يعلجه وبيطلب منه يساعده لكن صاحبه بيكون خايف وبيقولو ان بيلي شخص خطير وبيسأله لي حول يقتله وبيقولو البطل ان ضميره كان مقنبه وعايز يصلى غلطته لانه لو قال الحقيقة في المحكمة كان زمان بيلي تحبس وبيدلو صاحبه مسدس وبيقولو ان الجان في المستشفى وبيقرر البطل يروحها علشان ينكزها قبل ما بيلي يوصل لها في الوقت ده بتفوق جيان وبتحس ان في حد بيرائبها بتهرب منه وبتستخبها في المشرحة جنب جسة والدتها وبيقرب منها المجرم لكن عما بيوصل في الوقت المناسب وبيتخانق معايا وبالرغم ان هو مصاب لكن بينجحنا هو يكسر عدم وشه وبيخلص منه وبياخد جيان وبيمشي بيشوف بيلي في المستشفى وهو بيضحك كده وبيعيد ان هو ينتقم منه على اللي عمله وبالكرر البطل ياخد بيت في مكان بييد علشان جيان تكون في امان ويبدأ يدربها بالمسدس علشان تقدر تدفع عن نفسها بنرجع للحاضر وبتكون منسو حالتها خطيرة بسبب الرصاص اللي خدتها وبتحاول جيان وصاحب عمها التايلاندي يعالجوها بينجح نحو يطلع الرصاص منها وبتقولهم ان بيلي مش هيسيبهم ولازم يستهدوا وبيجمعوا الاسلحة من المجرمين اللي ماتوا لكن في الوقت ده بينجح طوي ان هو يفك نفسه وبيدخل على الكمبيوتر الرئيسي وبيسيطر عليه وبتحكم في الكلب الآلي تاني وبيخليه يطلع موجات صوتية ما بيقدرش يستحمله القلم وبيحاولوا يضربه عليه نار لكنه ما بيتأسرش وبيكسر اللزاز المضاد للرصاص وده اللي بيخلي للأسف بالعصاب انها تقدر توصل وتدخل البيت صدمت تايلاندي وبيقرر يقتلهم بإيده بتبدأ هنا المعركة العنيفة عزيزي في نفس الوقت صاحب بيلي بيدخل يدور على الجين ومش عايزينها ميتة وعايزينها عايشة وبيحاول المقنع يدفع عنها وبيقولها تهرب لكنه بيكون ضعيف وللأسف بياخد طلقتين في جسمه وبتحاول جين انها تهرب وبتشوف منسه والتايلاند وهم متصابين وبيطلبوا منها تهرب وباضطر تسمع كلامه ومو تخرج من البيت بتحاول تدخل المغزن اللي في الأسلحة اللي كنا بتسمع صوته بتستخبه وبتشوف تاي وهو بيخرج منه بيصرخوا زي المجنون وبيقولوا ان هو اللي قتل عم الجين بيمسك رشاش وبيقولوا الرجل يطلعها عليه وبيفضل يضرب بين حد الزخيرة ما بتنتهي وبيشوفه صاحب بيلي وبيقول له غسارة فيك تموت برصاصة وبيضربه والسكينة في نص دماغ وبيخلص عليه وبيبدأ يدور على الجين وبتكون مستخباه منه بيحاول يستفزها بالكلام علشان تخرج وبيقولها ان هو اللي قتل ابوها وامبها لكنها بتكون اسكا منه وبتفضل تستدرجه في الكلام لحد لما بيوصل لمكان معين وفجأة بتهجم عليه بشاحينة صغيرة لكنه بينجح نواية تفاداها بس بطلاتنا عزيز المشاهد بتكون عاملة حسابها وحط سندق بنزين وبتضرب رصاصة تفجرهم وبيولع قدامها وبيفضل يصرخ من القلب تستاهل يا ابن الهرمة لكن للأسف بيشتغل انزار الحريق وبتنزل المياه من الحنفيات وبتطف النهار وبيعرفها انه ينتم منها وبيهجم عليها لكنها بتقوله انت مش عايز تموت يعني طب خد بقى هون وبتجي في نص دماغه وبتجيب أجل واخيرا وبتريحنا منه لكن بعدها بتنهار وبتقعد على الأرض اللي انها أول مرة في حياتها تقتل حد بيروح لقى المقارنا يتطمن عليها وبتتفاجئ لما بتشوفه لسه عايش وبتضح انها كان لابس درع واكي من الرصاص وبيطمنها ان تايلاند ومينسو هم كمان لسه عايشين يا عزيزي ولما بيهد على الكمبيوتر بتفاجئ اني طاي حتى أساميهم على قيمة الاختيالات لأ وكمان على رأسهم مبلغ كبير وبيشوف الجنود المرتزقة وهم في طرقهم للمكان وبتستعد منسو والتايلاند علشان يدفعوا عن جيان شكلهم هيضحوا بحياتهم لحد آخر لحظة ولما الجنود بيدخولوا المكان بيظهر المقنع قدامهم وبيطلب منهم محدش يدرب وبيكون ماسك ميكروفون وبيقول لهم انها رسالة من جيان وبتبدأ تتكلم وبتعرفهم بنفسها بتكون قاعدة قدام الكاميرات وبتقول لهم انها عرفة أماكنهم وبتوري لهم رأس صاحب بيلي وبتقول لهم انها خلصت عليه وبتعرض عليهم تديهم الفلوس اللاجئين يقتلوها علشانها ويقسموها بالتساوي بينهم من غير محد يموت لكن لو رفضوا هتضطر تقتلهم ومش هتسيب واحد منهم يطلع من المكان عايش وبتديهم مهلق ثلاث ثواني المفترية وبتبدأ العدو قبل ما توصل لثلاثة بيخاف الجنود وبيقرروا يقبالوا العرض وبينسحبوا من المكان وبتفرح جيانة أخيرا وبتفتكر ان الكابوسة انتهى وبتخرج من المغزن وبتشوف البيت وهم اتضمروا مليان بالجسس وفجأة بتشوف عربية جاية عليها بتفتكرها عصبة جديدة وبتقف قدامها بالمسدس وهي بتعيط بتقول لهم لحد لما النهار بيطلعوا عليهم وفجأة بيشوف تاكسي جاي من بييد وبيخافوا بيفتكرهم جنود مرتزكة جداد بيستعدوا علشان يحموا بطلتنا لكن بينزل منها السواق صاحب عمها وبيقولوا ان في حد عايز يقابلها وفجأة بيظهر عمها يا عزيز المشاهد وبيفرح انها كويسة وما طلعش ميد ابن اللعيبة وبتتفاجئ جيان لما بتشوفه وبتتصدم انه لسه عايش وما بتكونش مصدعنيها وهنا بيخلص الجزء الاول ولو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل مع عمها وازاي طلع عايش وازا كان بلي هيسيبه في حال ولا لأ بحبيب اقول لك يبقى انت عزيز المشاهد عملت الواجب وزيادة كل اللي عليك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وشكرا من القلب على المليون مشترك وما تنساش برضو تبص على القناة التانية اللي احتياطية هبدأ نزل عليها او اصلا بدأت نزل عليها ففيتك كتير لو ما اشتركتش ويلا احنا مس عليك يا جميل ويساساسلا